طيب إن شاء الله حيتكلم لينا الشيخ عبد الحليم أبو الشوق إن شاء الله أولا جزى الله خيرا أهل هذه القرية على استقبالهم وفتح صدورهم لدعوة الله تبارك وتعالى ثانيا نشكر جميع من قام على هذه المحاضرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء ثم موضوع المحاضرة هو التمسك بالسنة والتمسك بالسنة قد أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أي اختلاف في المناهي وكما يحلو لبعضهم اختلاف في الآراء فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها أي تمسكوا بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدسات الأمور فإن كل محدسة بدعة وكل ضلالة في النار فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي هذه الأمة عندما تفترق وعندما تختلف أن تتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام والله تبارك وتعالى يقول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قال العلماء فردوه إلى الله أي إلى كتاب الله عز وجل وردوه إلى الرسول أي إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فمهما اختلف الناس وإذا كانوا يريدون الحق ويريدون أن ينجوا من عذاب الله تبارك وتعالى وأن يفوزوا بجنة الله عز وجل عليهم أن يرجعوا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما في حالتان دائر تنجو يوم القيامة وتدخل جنة الله تبارك وتعالى لا تدخلها حتى تؤمن بالسنة وتأخذ بالسنة لقول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب والسنة والسنة هي من مصادر التشريع فمصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع والقياس فهذه هي مصادر التشريع الإسلامي منها سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يفسر به كتاب الله تبارك وتعالى ربنا عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ما نزل إليهم دا القرآن وأنزلنا إليك الذكرى دي السنة ربنا عز وجل قال واذكرنا ما يطلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة الحكمة دي السنة فالسنة سابت بالقرآن ومن أنكر السنة فقد أنكر هذه الآيات لأول معلوم أن أي ذول ينكر السنة فهو معطرط على كتاب الله تبارك وتعالى لأن الله قال في سنة ربنا عز وجل قال كذا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فالذين ينكرون السنة هؤلاء يريدون أن يلعبوا بالدين وأن يكفروا بالله تبارك وتعالى ويلحدوا وما دايرين زولي حاسبون بس يقول لك حدنا القرآن سنة ما دايرين الآية يفهم ذي ما داير يقول لك الآية دي آية دي فهم كذا تقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك قال وين قال في السنة يقول لك نعمم بالسنة لذلك القرآنيون ما عندهم علاقة بالقرآن أصلا ما عندهم علاقة بالدين لا من قريب ولا من بعيد لأن القرآن إنما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام القرآن دا لقيت وين كأي يزول بينك للسنة ويرد على الناس اللي يدعو للسنة القرآن دا لقاك وين لقيت وين حضرت زمن النبي عليه الصلاة والسلام 1400 سنة تقاعد زمن دي ناصوري تقاعد لها الداسة حضرت النبي عليه الصلاة والسلام سمعت منه القرآن لا جاء كيف نقوله الرجال الرجال النقول للقرآن نقول السنة النبي عليه الصلاة والسلام إيش معنى أني تصدقت القرآن وكذبت السنة ليه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض في القرآن الله عز وجل قال لك أخذ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته الآية دي فيه ولا ما فيه يقول لك فيه طيب كلام الرسول يقول لك ما فيه طيب الآية فيه كيف ما ممكن ربنا عز وجل يقول لكم أعمل حاجة والحاجة لي ما فيه ممكن ما ممكن ربنا عز وجل يقول لكم وما آتاكم الرسول فخذوه والرسول يكون ما أدان أي حاجة ما ممكن الكلام وده كفر بالله عز وجل ذات اتهام لربنا تبارك وتعالى إذا جاءت هذا اللفظ فهؤلاء الذين ينكرون السنة هم من أبلد خلق الله تبارك وتعالى لأن الكلام ده يفهم أصغر زول شافع أصغر زول يفهم إن النبي عليه الصلاة والسلام عنده سنة وربنا عز وجل رسلوا بالقرآن ورسلوا رسلوا بالقرآن وأوحلوا السنة لأن السنة وحي من عند الله تبارك وتعالى الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلذلك قال بعض العلماء قال وسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان وإنما سبيلها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة فميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح ده علم كبير خالص يعرف فيه الصحيح من الضعيف من الأحاديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وذي طب تقدر له كزول ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحتى يسيء إلى صحابة رضوان الله عليه بعض الناس في البلد دكاترة الله كتلهم والحمد لله عز وجل ينكر السنة ويتهم الصحابة منهم أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه بيتهم إنه بيروي الأحاديث من أجل المصلحة يعني أبو هريرة رضي الله عنه وده في الجنة ده من الصحابة ربنا عز وجل قال رضي الله عنهم وردوا عنه الله رضي الله عن أولئي الأصحاب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ده قال أبو هريرة يروي الأحاديث لمصلحته الخاصة عنده مصلحة يعني هم تاعرف دمنا نجيب اسمه ولا نخليه ما لازم الناس تحرفوا إذا بتخاف يعني أبو هريرة عندك ما صحابي ما بتحب الصحابي أبو هريرة أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أها كمان الرسول دعوة ومستجابة قال اللهم حبب عبيدك هذا للمؤمنين يعني أي مؤمن مؤمن بحب أبو هريرة رضي الله عنه ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ده عليه الله قال يا الله حبب أبو هريرة ده للمؤمنين فيه إمتى؟ يعني ما بحب أبو هريرة ده شنو؟ في إيمانك في شك فيه إمتى؟ تجيبت الليلة عشان دكتور تقول أبو هريرة يروي الأحاديث لمصلحته الخاصة ده دكتور في البلد دي اسمه الترابي قال كده في أبو هريرة انت عندك واحد من اثنين يتقول لي ده كويس ولا ده كويس ايهنا غيرت عندنا أبو هريرة كويس والصحابة كويسين ويزول يطعم فيهم بنطعم فيه ليه؟ لأنه ده لك صحابة ربنا قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ده قال من أجل المصلحة من أجل المصلحة ليه الكلام ده؟ لأنه روى حديث ما موافق ليه مخه روى الحديث الحديث ما أخذ شريفه عقله لأنه عقله مرضان عقلك مريض فيه امتا؟ الله قال فأم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون عمنا به كل من عند ربنا الآيات من سورة آل أمران فهذا الدكتور تجنى على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وللأسف الشديد بعض الناس اليوم لما تتكلم وتدافع عن الصحابة أبي هريرة وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس يزعل ليه؟ لأنه إذا تتكلمت في الدكتور بتاعه وما بيزعل لما تتكلم في الصحابة رضي الله تعالى عنه يكلم فيه طوالي صح؟ يزاك الله خير ده الكلام شفتها؟ طيب جزاك الله خير يا حي طيب ديل الصحابة رضوان الله عليهم هم من نقل الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فأي ذول بيطعم في الصحابة رضوان الله عليهم ده ما دائر كرام الرسول صلى الله عليه وسلم أنت أن نقل الكلام عن الرسول الصحابة ما في غيرهم غيرهم ما في ذول حدر النبي عليه الصلاة والسلام غير الصحابة ديل نقل الحديث كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بتطعم فيهم معناه أنت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما دائره ولا دائره إذا قالوا الزول كعب إذا قالوا الزول صحبانه كعبين معناه كعب أنت طعنت في الصحابة معناه النبي عليه الصلاة والسلام أنت برضو بتطعم فيه معناه كلام الرسول ما دائره فلذلك على المؤمن أن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجلهم وأن يدافع عنهم وأن يبغض من يتجنى ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان كائنا من كان جواح دين طعنوا في الصحابة إمتى قالوا الناس الأكالين وجبانين وخوافين إمتى دعنا الصحابة ربنا تبارك وتعالى نزل آيات قال قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ليه لأنهم طعنوا في الصحابة رضوان الله عليه فإن تفهم موضوع الصحابة هذا شنو أول حاجة لأنه دي للناس أن نقلوا لينا العلم ونقلوا الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام بيجي واحد واحد بس واحد دكتور قرى وين عشرين كتاب تمانين كتاب تماني ألف كتاب يفتأ يطعم في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ودار يخلوا ما أبنى خليك إن شاء الله عز وجل ولا البدافع عنك ده أبنى خليه تفهم المعلومة دي كويس إنت تدافع عن زور يتكلم في الصحابة وأنا ما أدافع عن الصحابة رضوان الله عليهم ربنا عز وجل رضيان عنهم ربنا ربنا عز وجل قال من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قطع نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله دي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك قال أبو زرع الرازي عليه رحمة الله قال من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهو زنديق ده أبو زرع قال لأن القرآن عندنا حق والسنة عندنا حق وإنما أدى إلينا القرآن والسنة الصحابة القرآن السنة جاء ولنا الصحابة قال وهؤلاء أرادوا أن يطعنوا في شهودنا اللي هم الصحابة قال فاتطعنوا بهم أولى وهم زنادغة تطعن في ذول نقل على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا عز وجل رضيان عرض عنه أبو هريرة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وغيرهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ترجمة نانسي قنقر